مفهوم عام على الإطرابات النفسية نحن نعرفه في الشارع الجزائري المجتمع الجزائري لا يعرفه ما هي الإطرابات النفسية ولو يفرق بين أنواع الإطرابات النفسية فالإطرابات النفسية تختلف فهناك إن إطراب نفسي شغل نربطه مهبول مجنون وين هناك الإطرابات النفسية هي كمختلف الأمراض سواء كانت عضوية واحد عنده القلب عنده إطراب واحد عنده سكيزوفريني كيف عنده مرض مزمن واحد عنده انتراب كيف مرض فهي كمختلف الإطرابات النفسية فهنا المجتمع الجزائري ماهوش عنده تقافة في هذا الإطراب لذا فتعريف للإطرابات النفسية هي عبارة عن مشاكل نفسية يعيشها الفرد مع ذاته مع نفسه نتيجة لعدة اعتبارات سواء صدمات نفسية سواء تكوين نفسي وهش لي ممكن يجي حادث الصدمة ولا حاجة يأثر فيه يخلي فيه نتيجة ممكن طلاق نتيجة ممكن حتى الآن الاكتئاب بعد الولادة ونشوفوا هناك إطراب هذا اللي يراه شائع في المجتمع الجزائري الآن وين حتى تفسيرات شعبوية أصبحت منتشرة بكثرة ضربوها بعين دروا هكذا ولا حاجة هكذا وننساوي الجانب التشخيصي الطبي الحقيقي لهذا الإطراب ليخلي المعاناة المرأة هذه تزيد أكتر فأكتر هناك كذلك نحن كمقتصين أصبحنا لدرنييروكور من أجل تشخيص الإطرابات النفسية وين الآن الإنسان اللي عنده مشكلة نفسي يروح يحبطه يروح عند راقي يروح عند مشاور يروح عند أي إنسان بعد ما يزور الأطباء كامل ومن بعد يأتي عندنا إحنا الآخرين يأتي عندنا وحالة نفسية تكون دهورة أكتر فأكتر تكون زادت فإحنا نلقاو صعوبات أنكم تتكفلوا بهذا نتكفلوا كذلك لا ننساوش أنه يأتي عند أخصائي نفسي يجب أن يحكي باش نقدروا نديروا أنبون دياغنوستيك باش نقدروا نشخصوا الحالة نتاعو وإحنا الجزائري الآن الحمد لله كما نقولو هناك وعي هناك ثقافة هناك خاصة هذا الحس التليفزيونية والإداعية الآن لأصبحت تحسس بالدور للعب أو الحياة النفسية كذلك من سوش كذلك العشرية السوداء والأثار النفسية اللي خلتها على المجتمع الجزائري وصدمات النفسية اللي خلتها اللي خلت ظهور بعض السلوكات الغريبة على الناس اللي خلتها اللي خلتها